مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوان من المواقع المحلية طالبة في إب تحاول تفجير قنبلة في مدرستها عقب مشاجرة مع إحدى المعلمات وفي الصحافة العربية تحذر لوجود لسوق العملة الإلكترونية التي يتحدث عنها الحوثيون وفي الديدوليو الصين تتهم أمريكا بتحويل الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة طالبت جمعية أسر ضحايا المجمع السكني في المخا بتعز التحالف بتعويض ضحايا القصف الجوي الذي استهدف المدينة منتصف عام 2015 ويعنون موقع قناة بالقيس أسر المجمع السكني بالمخا التحالف يتهرب من التعويض العادل لضحايا القصف وقالت الجمعية في بيان لها إن الجرحى والنازحين يعانون من الفقر والتشرد متهمة التحالف بالتعتيم على تبعات الكارثة الإنسانية التي تسبب بها دون تقديم التعويض العادل والمنصف للضحايا ووفق البيان فإن التحالف حول المدينة إلى ثقنة عسكرية ومنع السكان من العودة إلى منازلهم وأجبارهم على توقيع سندات تخفف العبء القانوني والأخلاقي على التحالف وتبقي الجريمة قائمة وأشار إلى أن التحالف قدم مبالغ زهيدة لبعض المتضررين دون النظر لحجم الكارثة التي طالت 330 أسرة وكانت منظمة هيومن رايس ووتش قد اعتبرت الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية على مدينة المخى اليمنية اعتبرتها جريمة حرب والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 65 مدنيا منهم عشرة أطفال وإصابة العشرات بجروح اليمن ومستقبل السلام بعد أزمة الخليج تحت هذا العنوان كتب مهن الحبيل مقاله في العربي الجديد مضيفا اليمن محطة مهمة بل مركز جغرافي رئيسي ومحيط اجتماعي عربي لصيق عانى من فوضى التدخلين الخليجي والإيراني هذا الصراع الذي فجره انكلاب الحوثي وتدخل إيران لا يخلي بقية الأطراف اليمنية من المسؤولية وهي مسؤولية تشعر المراقبة بالصدمة في حجم تشرذم الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن تحت نفوذ الداعمين ولذلك لا بد من لفت النظر هنا إلى واقع الصراعات المؤسفة في المجتمع اليمني ليس لإخلاء مسؤولية أقطاب تدخل الخارجي وإنما لأن هذا التشرذم الذي ينعكس على عدة مناطق وأقاليم يمنية يضيف أي قدرة لإحلال السلام الأهلي والاجتماعي وإنقاذ مستقبل الطفولة وحقن الدماء اليمنية أهم معادلة هنا أن يكون المدخل الأساسي بعد حال الخلاف الخليجي والاتفاق على مبدأ إحلال السلام الاجتماعي في اليمن أي إحلال السلام الاجتماعي ووقف الحرب بكل ارتداداتها اليمن محطة مهمة بل مركز جغرافي رئيسي ومحيط اجتماعي هربي لصيق عانى من فوضى التدخلين الخليجي والإيراني وأطرافها وهو وقف لا يترتب عليه وقف الصراعات السياسية ولا التحزبات الاجتماعية فسيبقى نفوذ إيران كما هو الرياض وأبو ضبي وحتى مسقط والدوحة قائما إعلاميا أو سياسيا ولكن الهدف إخراج اليمن من أطون الحرب وهناك قاعدة مهمة لإحلال السلام تحتاج قطعا إلى توافق سياسي مرحلي مهم ولا يمكن أن تتحقق هذه القاعدة من دون وجود شرعية دستورية لا تزال اليوم متبطة بالرئيس عبد الرب منصور هادي ولو كانت وضيتها في حالة مهترئة ومهزوزة بلا حدود وكمساحة مصالح يمكن أن تتشكل قاعدة مشتركة للحل السياسي المرحلي الذي يعتمد تبني وقف الحرب أولا عبر أربع عواصم مؤثرة من صالحها إقرار السلام في اليمن هي مسقط والرياض والدوحة والكويت لصناعة أرضية الحل المدعم من هذه الأطراف لاتفاق شامل على وقف الحرب واندماج اليمن في التمثيل السياسي داخليا وخارجيا عبر شرعية الرئيس هادي لمرحلة انتقالية تنظم عبرها الانتخابات الفيديو الذي انتشر أمس وظهرت فيه طالبات في محافظة إب أثناء هروبهن من المدرسة اتضح أن سببه وجود طالبة تستحب قنبولة إلى المدرسة في إب وتهدد بتفجيرها عقب خلافها مع إدارة المدرسة ووفقا للصحوانت فقد هددت طالبة بتفجير مدرستها في محافظة إب عقب خلافات نشبت بينها وبين إدارة المدرسة وإحدى المعلمات وقالت مصادر تربوية إن طالبة في الصف الثاني الثانوي هددت بتفجير قنبولة يدوية كانت بحوزتها في أحد الفصول الدراسية بمدينة إب وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة وأضافت المصادر أن إحدى الطالبات منعت منذ أيام من دخول مدرسة أسما بمديرية المشنة نتيجة الخلافات التي حدثت بينها وبين إدارة المدرسة حيث قررت الإدارة منعها من الدخول للدراسة منذ أيام قليلة على أن يتم السمح لها بدخول الامتحانات النهائية للترمي الحالي في الأسبوع القادم نتيجة خلافات بين الطالب وإحدى المعلمات وتصرفات الطالب التي وصفت بأنها تنم عن حالة نفسية لديها تمكنت الطالب من الدخول إلى فصلها بالمدرسة وبحوزتها قنبولة يدوية ومن ثم قامت بطلب مديرة المدرسة وعدد من المعلمات وهددت بتفجير القنبولة في الفصل ما لم يتم حضور المديرة والمعلمات وأفادت المصادر أن إحدى المعلمات تمكنت من الدخول إلى الفصل وخداع الطالبة ونجحت بأخذ القنبولة منها العالم العربي يشهد مرحلة انتقالية تحت هذا العنوان نشر موقع The Arab Weekly افتتاحيته عن حكومات العرب المبتلات بالفساد بينما يتهيأ لدخول العام 2020 يستطيع العالم العربي أن يتطلع قدما إلى عملية انتقالية تشهدها أجزاء كثيرة من المنطقة وعندما تقاوم القوى القابضة على زمام السلطة هذا التغيير أو تحاول تأخير الإصلاح الحقيقي يغلو أن تكون التحولات مضطربة هكذا كان واقع الحال في العام 2011 في تونس ومصر وكان واقع الحال أيضا في الأونة الأخيرة في السودان والجزائر ولبنان والعراق تمبع حركات الاحتجاج في الأساس من الداخل وفي بعض الحالات حيث حاول العالم الخارجي التدخل كما حدث في ليبيا كانت النتائج كارثية وفي بعض أجزاء العالم العربي التي شهدت تطبيق تدابير إصلاحية حقيقية ساعدت تغيير التدريجي على استباق الاضطرابات ومضى التقدم بخط ثابتة ومع استثناءات قليلة للغاية تواجه الدول العربية طفرة في أجيالها الشابة والتي لن تذهب في أي وقت قريب وبالنسبة للكثير من الشباب الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وفرصة أكبر ثم تتذمر صاخب ومطالب عالية الصوت ببداية جديدة البطالة وهي واحد من أبرز مخلفات سوء الإدارة الاقتصادية الشغل الشاغل الأعلى بالنسبة لـ 42% من المشاركين في الاستطلاع من العالم العربي ويتفاقم الإحباط من نقص فرص العمل والخدمات العامة الكافية والمناسبة مع سيادة انطباع بأن الحكومات مبتلات بالفساد مع ذلك ثم تريح من التفاؤل يمكن تحسسها في الهواء وتتمثل رؤية المستقبل بالنسبة للأغلبية في المنطقة في قدوم حداثة معتدلة وتقدم اجتماعي ملموس كما أن هذا الواقع يفسر الرفض المتصاعد للأنظمة السياسية مثل تلك الحاكمة في العراق ولبنان حيث ظلت قبضة النخب الحاكمة على السلطة مدفوعة في كثير من الأحيان بالامتيازات الطائفية قبل أشهر اختفت امرأة مسن أو أسست شركة للعملة الإلكترونية بعد أن تمكنت من سرقة ملايين الدولارات وغيرت ملامحها وفي التعاملات النقدية الرقمية يتضح كثيرا زيف من يقومون بهذه المهمة حاليا تقوم ميليشي الحوثي بإهام المواطنين بأن لديها عملة إلكترونية أو عملة إلكترونية وعليهم أن يسلموا أموالهم مقابل هذه العملة الوهمية وقد حذرت الصحف العربية من بيع الوهم لليمنيين وعنوانة الشرق الأوسط المركزي اليمني يحذر من التعامل بالعملة الإلكترونية الوهمية للحوثيين وردا على القرارات الإنقلابية الحوثية بشأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي اليمني في عدن وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية أصدر البنك تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيا وشملت هذه التحذيرات شركات الصرافة والبنوك حيث جاء في تعميمه تأكيدا على أن عدم قبول العملة الوطنية الصادرة عن الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون وعضف البنك في بيانه أنه إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أو قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي في عدن فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون وطلب البنك من كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك بالترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية وكانت الجماعة الحوثية أعلنت ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن ومنحت مهلة للمواطنين من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال وقد وعدت بأنها ستقوم بتعويضهم عبر سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه الريال الإلكترونية يحتاج الفكر إلى التجديد ليتلاءم مع تطورات العصر وإذا تأخر عن مواكبته أصيب بالعطالة الفكرية التي تحول بينه وبين معرفة العصر والانخراط فيه هذا ما قاله سعيد يقطين في جزء من مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا منذ أن تنازل الفكر العربي عن اهتمامه بالبحث العلمي وصار يدور في فلك اجترار ما أنجز في عصوره الذهبية انتهى زمان تجديده ودخل مرحلة الجمود التي جعلته نحبا للدول التي جددت رؤيتها للكون فكان الاستعمار وبعده الاستعمار الجديد ورغم محاولات التجديد التي طرأت منذ عصر النهضة إلى الآن ظل غياب تحديد منطلقات التجديد ومبادئه والإرادة السياسية مقاومات لعدم تجدده وانتقاله من عهد العطالة الفكرية إلى ممارسة النظر والعمل الملائمين الذين يعطيانه إمكانية الانتاج المعرفي الذي يمهد له طريقا للتحول والتطور لقد مر أكثر من قرن من الزمان على بداية وعي الفكر العربي بنفسه وتساؤله حول واقعه ومستقبله وخلال هذه المدة كانت تظهر بين الفينة والأخرى دراسات وكتابات تركز على تحديث الفكر العربي وتجديده وتحليل بنياته العقلية والذهنية وسياقاتها المختلفة لقد تشكل تراثن هام ساهم فيه الكثير من المثقفين العرب من مختلف الاتجاهات الفكرية والبلدان العربية لكن كل تلك القراءات كانت تثير وقتها بعض الجدل أو السجال ثم سرعان ما يتم نسيانها أو تناسيها لا يمكن أن يتطور الفكر دون تحقيق تراكمات واختلافات ونقاشات تركيبية تستخلص ما هو قابل للاستثمار والتطوير والتعميق إن تاريخ الفكر العربي الحديث يكاد يخلو من رصد تطورات الطارئة على بنياته وعلى ترهين ما هو قابل منها للنقاش المتواصل والهادئ إننا في كل حقبة تاريخية رغم التبدلات الواقعة نجد أنفسنا أمام إعادة طرح الأسئلة نفسها ونعمل على التفكير فيها دون اعتماد أي خلفية في البحث فتكون النتيجة أننا نستعيد ما قيل في مراحل سابقة ولكن بلغة جديدة ومصطلحية مختلفة لكن الجوهر يظل واحدا قد تتغير المعلومات والمعطيات لكن المحتوى واحد إننا ندور في متاهة بسبب الانقطاع الفكري الذي لا ينهض على أساس الاستمرار في طرح الأسئلة الجوهرية إننا نفكر بطريقة واحدة في كيفيات مختلفة ولذلك لا يمكننا أن ننتج معرفة حول واقعنا ومستقبلنا أضافت الولايات المتحدة الأمريكية فرعا سادسا لقواتها المسلحة بتأسيس فرع القوة الفضائية هذا الأمر أثار حفيظة الصين التي تتهم الولايات المتحدة بتحويل الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة كيف ذلك؟ يعنون موقع الدو دابليو الصين تتهم أمريكا بتحويل الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة وحذرت بيكي من أن الولايات المتحدة تحول الكون إلى ساحة معركة بعدما أعلنت واشنطن إنشاء ذراع عسكرية جديدة تحت مسمى قوة فضائية وصدق الرئيس دونالد ترامب على قانون المزانية العسكرية لعام 2020 ليصبح لدى الولايات المتحدة قوة فضائية مهمتها ضمان الهيمنة الأمريكية على ساحة المعركة الجديدة تهذه في مواجهة التحدي الروسي الصيني فجاء رد الصين على ذلك باتهام الولايات المتحدة بتسليح الفضاء الخارجي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن هذه التصرفات الأمريكية تنتهك بقوة الإجماع الدولي أو تتهم بقوة الإجماع الدولي بشأن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلام في الفضاء الخارجي والجدير بالذكر أن القوة الفضائية ستصبح الفرع السادسة للقوات المسلحة الأمريكية بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل وقد قال ترامب في اجتماع مع مجموعة من العسكريين أثناء توقيع قرار إنشاء القوة إن الفضاء هو أحدث ساحة قتال في العالم اكتشفت طفلة بريطانية من جنوب لندن رسالة من سجين في الصين عند فتحها إحدى البطاقات في صندوق عيد الميلاد الخيرية اشتراها لها والدها لتوزعها على أصدقائها وقد عنونت صحيفة القدس العربي طفلة بريطانية تكتشف رسالة من سجين أجنبي في الصين في بطاقة معايدة بالميلاد وسلسلة متاجر تعلق أعمالها مع المصنع المورد وكتب السجين في الرسالة بحروف كبيرة نحن سجناء أجانب في سجن شنغهاي بالصين مجبرون على العمل ضد إرادتنا يرجى مساعدتنا واختار منظمات حقوق الإنسان وأوردت صحيفة The Times أن الرسالة دليل جديد على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصين وتحولت بطاقة عيد الميلاد التي تستغيث طلباً للمساعدة من أحد السجون شنغهاي إلى فضيحة وفتحت الباب للنقاش حول علاقة سلسلة متاجر تيسكو بمورديها الصينيين الذين يستغلون السجناء في العمل القصري وأكدت تيسكو تعليق أعمالها مع المصنع الذي ينتج هذه البطاقات بانتظار تحقيق من قبل فريق خبراء محلي بمجرد عملها بقصة البطاقة أو بمجرد علمها بقصة البطاقة التي عثرت عليها الطفلة فلورانس ظلم العرب العربية تحت هذا العنوان كتب سامح راشد مقاله المنشور في العربي الجديد مات إمام النحة العرب عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب بسيبويه ألماً وحزناً لما رآه ظلماً لشخصه وإجحافاً بحقه كنحوي إذ دخل في جدال ضد الكسائي إمام النحو في المدرسة الكوفية حول صياغة كلمة في جملة واحدة وبعد أن تناظر أمام يحيى البرمكي وزير الخليفة العباسي هارون الرشيد أقر البرمكي وندماؤه موقف الكسائي الذي كان مقرباً إليه ولثقة سيبويه في علمه وصحة موقفه صدم من موقف الوزير ثم كانت صدنته الأكبر حين علم لاحقاً أن الكسائي قد ألحى على الوزير يحيى البرمكي كي لا ينصر سيبويه عليه وأجاب البرمكي طلبه فأصيب عمر بن قنبر بالاكتئاب ورحل إلى بلاد فارس واعتزل الناس وغلبه الإحباط والانكسار فعاش مغموماً حتى مات إلى هذا الحد كان الإيمان باللغة وتبجيلها ولم يكن اعتداد النحى بقدراتهم اللغوية غروراً بقدر ما كان حباً في اللغة وتمسكاً بتكريمها وتجنب امتهانها كان هذا في العصر العباسي أما في عصرنا الحالي فقد كان الأربعاء الماضي يوم اللغة العربية ومر من دون أن يشعر به أحد وربما يجهل معظم العرب أن في هذا اليوم أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد اللغة العربية لغة للمنظمة الدولية وهيئاتها وذلك في العام 1973 بناء على اقتراح من السعودية والمغرب لتكون العربية السادسة ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة إضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية والروسية واحتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو للمرة الأولى باليوم العالمي للغة العربية في العام 2012 وبعدها بعام قررت اعتماد الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول يوما عالميا للغة العربية وليس غريبا أن تظلم اللغة العربية بأهلها فقد تخلوا قبل اللغة عن الدين والتاريخ والحضارة وكلها عربية فإذا هنت هذه المشتركات العربية الأصيلة حق للغة العربية أن تهون عليهم وتهان إنها سلسلة متصلة فالتخلي عن الدين أبعد العرب عن قراءة القرآن وتدارسه ولم يعد للتاريخ أهمية فصار منبوذا لا تستحب العودة إليك كي لا يواجه المعاصرون بضآلتهم أمام أسلافهم ومع انحسار الثقافة وانحدار العلم والعلماء تراجع الاقتصاد وانهارت أمم عربية كانت يوما عظيمة فوقع في قلوب العرب انبهار بالآخرين المبدعين شرقا وغربا عبر كاميرتين أساسيتين لالتقاط صور الكون تم توفير تصوير أوسع يظهر فيه طول الموجات الكونية ومن خلالها يمكن ملاحظة الأجسام الكونية في الأطوال الموجية للضوء التي نراها بأعيننا ولكن بمستوى أكبر بكثير من التفاصيل تعمل رؤية هذه الصور التي سنعرضها على توسيع نظراتنا في الاتجاه المعاكس وتفتح نافذة على الكون المتطور وتتيح لنا إلقاء نظرة على بعض الأحداث الأكثر عنفا في الكون وقد نشرت الصور وكالة الأمريكية ناسا عبر موقعها الإلكترونية اشتركوا في القناة في آخر فقاراتنا من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة نتابع أخبار وصور ورسوم عرضناها وتابعتموها وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم كشك الصحافة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء